أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحيان يوحى علمه شديد القوى ذو مرتين فاستوى وهو من أفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكانك قام قوسيني أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتغرونه على ما يرى أفتغرونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الله والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنى وما تهوى الأنفوس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظنى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وإلا الله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمان إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيتم الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكرى والأنثى من نطفتين إذا تمناه وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقاه وقوم نوحين من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ صدق الله لليلعظيم فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ